منذ بداية الخطابة وتطورها كان الابتكار هو العامل الأقوى في جذب انتباه المستمعين وإقناعه الحضور دايماً بيكونوا منتظرين يشوفوا حاجة جديدة منتظرين يشوفوا شخص قادر يحفز فضوله ويقدر يلهمه عشان كده مهم جداً أنك تدور على الأفكار الجديدة والإبداعية اللي تقدر توصل فكرتك بشكل مميز ومبتكر هنتكلم عن أربع طرق هيساعدوك أنك تلاقي أفكار إبداعية لخطابك أو عرضك التقديم القادم أول حاجة مشاهدة متحدثين آخرين بالتأكيد رؤية خطابات متحدثين آخرين ممكن تلهمك لأفكار جديدة تساعدك أنك تقدم موضوعك بشكل مبتكر متفرجش بس على متحدثين في نفس مجالك لك ممكن تلاقي فكرة أو طريقة عرض مبداعة استخدمة متحدث في مجال آخر وتقدر أنت توظفها بشكل مختلف في مجالك ده غير أن رؤيتك للمتحدثين الآخرين في مجالك هيساعدك تبعد عن الأفكار الاعتيادية اللي ممكن يكون كل المتحدثين الآخرين استخدموها تاني حاجة العصف الزهني من أكثر الطرق فعالية لإيجاد طرق إبداعية بشكل عام هي العصف الزهني ولكن لازم تتأكد من القيام بها بصورة صحية واتباع نظريات نعم وبدلا ملايا ولكن وهي تعني تقبل جميع الأفكار والتكملة عليها والبعد عن رفض أي أفكار أو تحجمها وده لأن الهدف من العصف الزهني هو إيجاد أكبر قدر من الأفكار الجديدة وبعد كده ممكن تحلل الأفكار دي وتختار الأنسب لكن هل فكرت قبل كده أنك تقوم بجلسة عصف زهني مع أصدقائك أو زملائك بالعمل حول أفضل طريقة لعرض فكرتك؟ لو الإجابة هي لا فانصحك أنك تحاول في المرة الجاية ثالث حاجة استخدام الخرائط الزهنية خرائط الزهنية أداء قوية جدا لتحفيز التفكير الإبداعي من قدرة على حل المشاكل بشكل عام اختراع توني بوزان سنة 1974 وهي طريقة للتفكير والتخطيط بتعتمل على الألوان والأشكال أكيد ممكن تصمم خريطة زهنية لعرضك القادم عن طريقها هتقدر تحدد محتوى خطبك بصورة مبتكرة ومختلفة رابع حاجة تحفيز تفكيرك الإبداعي بصورة مستمرة بشكل عام مهم جدا أنك تحفز تفكيرك الإبداعي على طول وده ممكن عن طريق الاطلاع على كل ما هو جديد خرائط الكتب ملاحظة سلوك الأطفال الرسم التلوين الاسترخاء وكمان ممكن مشاهدة أفلام الرسول المتحركة ولكن الأهم هو أنك تخرج برة التفكير النمطي وتشجع نفسك أنك تجرب أفكار جديدة وبالتأكيد كل خبرة جديدة هي في حد ذاتها اكتشاف الأبعاد جديدة من شخصيتك وحدودها ودلوقتي شاركوني بأكتر الأفكار الإبداعية اللي شفتوها لمتحدثين وشفتو أن هي فعلا أثرت على نجاح العرض التقديمي أو الخطاب شاركونا في منتدى النقاش على ادراك.org